أريد أكد كمان لحضراتكم النهاردة الفيفا أعلن عن شكل بطولة أو كأس درب الأمريكاتين وكأس التحدي وكلنا عارفين أن الفيفا أول موضع هذا النظام كان محدد من دي وان قدامنا على الشاشة ده أولا كأس درب الأمريكاتين اللي هيتسلم بكرة للفريق الفائز على غرار نفس الكأس اللي هيتسلم للأهلي لما كسب العين وده الكاس اللي هيتلعب عليه مباراة يوم السبت اللي جاي كأس التحدي طبعا الصورة هنا مختلفة نفس الدزاين يعني نفس الدزاين كأس القرات الثلاث ولكن اللون مختلف وده اللي وضعوا الاتحاد الدولي في شكل الكؤوس اللي بيسلمها على مدار البطولة في درب الأمريكاتين الكرة الأرضية على شكل الستايل بتاع الكاس لها وضع مختلف وخدوا بالك الكرة الأرضية وضع القرات نفسها بيختلف طبقا للمباراة يعني مباراة الأهل والعين كانت القرى الأرضية المرسومة على الكاس كانت القرات الثلاث أفريقيا وأسيا وأوكيانوسيا المحيط الهادي قدامنا ده الكاس درب الأمريكياني اللي ارجعه للكاس الأوليني اللي هو المظلل بلون الأزرق أكتر ده درب الأمريكتين هتلاقي فيه قرة أمريكا الشمالية وقرة أمريكا الجنوبية لما تروح بقى لمباراة كاس التحدي هتلاقي الدائرة بتاعت الكرة بتاعت الكاس عليها انت بتتكلم على أفريقيا وأسيا والمحيط الهادي أوكيانوسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية انت بتتكلم على الخمس قرات ده كاس التحدي لغاية لما توصل لليفل الوحش زي ما بيقول كده في اللعبة يعني لما بتوصل للمرحلة الأخيرة هتواجه فيها ريال مدريد إن شاء الله يوم 18 ديسمبر يوم الأربع بعد القادم عشان تلعب على كاس الفيفا انتر كونتيننتل وبالتالي دي الكؤوس بقرأ الكاس مع ميداليات للفريق الفائز يوم السبت فيه كاس وفيه ميداليات للفريق الفائز وخدوا بالكم ابتداء من يوم السبت مش الكاس وميداليات للفريق الفائز بس ده كمان فيه اتجاه ان يكون فيه جوائز لأفضل لاعب أفضل جمهور الروح الرياضية في الملعب وكمان أفضل هداف هيكون موجود في هذه البطولة نفس الأمر في المباراة نهائية هيكون فيه ثلاث جوائز لأفضل ثلاثة لاعبين جايزة زهبية وجايزة فضية وجايزة برونزية ده بخلاف الفائز والخاسر ليه ميداليات زهبية وميداليات في الضيئة لنا قلنا اكدنا قبل كده ان الاتحاد الدولي اعتمد ده بشكل رسمي واعلن ده بشكل رسمي وبإذن الله هتشوف بطولة قوية جدا في قطر الفترة اللي جاية